تراجع مستوى التدخم لأدنى مستوى في عامين واستمرار الغلاء تراجع أرباح شركة ايم فاول الطاقة بنسبة 64% تعويض ضحايا النازية في النمسا بخمسة آلاف يورو نمساوي يقتل آخر طعنا في منزل واعتقال الجاني إقاف شرطي عن العمل واعتقاله بعد أن تحرش بسملائه وأخيرا تصدر إرستابانك الأكثر البنوك ثقة بالنمسا مشاهدين الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم تراجع معدل التدخم في النمسا إلى 5.4% في أكتوبر وهو أدنى مستوى منذ يناير 2022 وفقا لهيئة الإحصاء النمساوية وارتفعت الأسعار بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق وزاد مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4.9% وأيضا ارتفع أسعار الأثاث والمواد الغذائية بشكل كبير وقد وصف وزير المالية برونر ذلك بالنجاح مشيرا إلى السياسات المالية الحكومية فيما شدد المستشار نيهاما على الحاجة للحفاظ على القوة الشرائية بينما يحذر وزير الاقتصاد من المخاطر الجيوسياسية أعلنت شركة أينفاو النمساوية للغاز والكيمويات عن تراجع غير متوقع في أرباح الربع الثالث من العام 2023 حيث سجلت أرباح تشغيل بلغت مليار وثلاثة وثلاثين مليون يورو بانخفاض اثنين وستين بالمئة على أساس ثنوي وحسب الشركة انخفض صاف الدخل أربعة وستين بالمئة إلى أربعة ملايين واحد وثلاثين مليون يورو حيث ينسب هذا إلى انخفاض المساهمات من الأعمال في الطاقة والكيمويات ولذلك انزلق قسم الكيمويات والمواد الأولية إلى منطقة الخسائر بينما انخفضت أرباح الطاقة بنسبة ثمانية وستين بالمئة بفعل انخفاض أسعار النفط والغاز اعلنت الحكومة النمساوية عن التزامها تجاه ضحايا النازية ومنح خمسة ألاف يورو للنجين الأحياء من النازية بالنمسا وتشمل المبادرة مساعدة ما بين ثلاثة ألاف وخمسمائة إلى أربعة ألاف شخص بأكثر من خمسين دولة حيث يطلب من المستحقين تقديم تأكيد على الحياة ويطلب من المستحقين تقديم تأكيد على الحياة وقال رئيس البرلماند فولفغانكس بوتكا بصفة رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني فإن النمسا تدرك مسؤولياتها تجاه ضحايا النازية مضيفا أن هذا الدعم خطوة هامة تظهر الالتزام بعدم نسيان أظلم فصول ماضينا أدى نزاع في شقة في منطقة فيبرون في تيرول إلى جريمة قتل ذهب ضحيتها نمساوي يبلغ من العمر أربعة وخمسين عاما أمس الأثنين وكشفت التقارير الأمنية أن الضحية تعرضت للطعن في الرقبة وذلك خلال نقاش تحول إلى شجار مع رجل يبلغ من العمر خمسة وأربعين عاما وأشار جيريتف هوفمان رئيس المحققين إلى أن والدي المشتبه به اكتشفوا الجثة وقاموا بإبلاغ الشرطة ولم يكن من الممكن التحقيق مع الجاني بسبب تأثير الكحول عليه لذلك تم اعتقاله ونقله إلى السجن وقد طلب المدعي العام إجراء تشريح للجثة تم إيقاف شرطي نمساوي واعتقاله في جراتس بسبب تكراره لتهديده وسلوكه غير الملائم حيث كان تحت التحقيق منذ نهاية العام الماضي بسبب مخالفات تأديبية وتم توجيه اتهمات للشرطي بسبب تهديد زملائه ومشرفيه السابقين بالقتل حيث تم نقله إلى الخدمة الداخلية في نهاية عام 2022 بسبب تحرشه المتكرر بزملاء العمل وتم منعه من حمل الأسلحة ومع ذلك لم يلتزم وتجاهل التحذيرات وبسبب سلوكه اللامسؤول والتهديدات المتكررة تم اعتقاله وتعليق عمله فورا ونقله إلى سجن جاكومي في جراتس أظهر استطلاع للرأي مدى ثقة السكان في البنوك النمساوية وفقا لمؤشر الثقة OGM للبنوك في العام 2023 وحسب المؤشر تحافظ البنوك المحلية على مستويات الثقة فقد تصدر بنك إستا تلاه بنك فيسن روت باوش باركاسا وريفايزن بنك وتظهر بعض البنوك تراجعا مثل بنك بافاك بينما بقي بعض البنوك تحت ضغط الفضائح مثل بنك هيبو بنك ويثق الشباء الشبان بالبنوك الرقمية مثل بنك إن ستة وعشرين ويبقى أوني كيريديت بنك أوسريا الأقل ثقة كبنك محلي كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفو جرات على هواتفكم كنت معكم أنا ممدوح مكين أمسيا سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة